شفنا صراحة السواح من دولة الكويت الشقيقة ومن سلطنة عمان الشقيق نقول مرحبا بكم في دوحة الجميع خالد يعني شفنا الإقبال الكبير مقبل السواح من دولة الكويت ومن سلطنة عمان نقول يا مرحبا بكم ومسهلا أنتوا أهل الدار وفي بلادكم الثاني مرحبا ومسهلا فيهم الجميع إذن أعزائي المشاهدين اليوم عندنا موضوع مختلف استقبلت بيوت الشباب الإكترية خلال عيد الفطر المبارك شباب من دولتين الكويت وعمان اللي استمتعوا بأجواء العيد في بلدهم الثاني قطر نعم وللمزيد حول أهم الفعاليات التي نظمت خلال عيد الفطر وأبرز الأنشطة خلال عطرة الصيف معنا السيد أحمد حسين العدمي مدير الأنشطة في بيوت الشباب الإكترية مرحبا بك يا برسين مرحبا فيكم يا هلا مرحبا 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 وعيدكم بارك يا مرحبا وسهلا فيك في البداية أنا ودي أسألك يعني كان كلامنا معاك قبل أن نطلع الهواء عن بيوت الشباب والرياضة أنا ودي لو تعطينا نبذة وش هي بيوت الشباب نحن نسمع عن هذا المصطلح من فترة تقريبا من سنتين يعني بالنسبة لي أنا كنت أسمع عن الموضوع من سنتين صحيح بس أتمنى أن يكون في توضيح أكثر عن بيوت الشباب والرياضة بيوت الشباب القطرية وش الهدف من وراءها وش هي شن هي الألية الموضوع يعني أعطنا نبذة عنها جمعية بيوت الشباب القطرية نعم خينقول لها ثلاث ركائز أساسية كأهداف نعم ولكن قبل ما نتكلم عن الأهداف والمقومات بنتكلم هي تابعة لمن أولا لها دعم مباشر من وزارة الثقافة والرياضة نعم تابعة للأمانة العامة أو لجمعية بيوت الشباب للأمانة العامة لدول مجلس التعاون أيضا تابعة لاتحاد العربي بالإضافة إلى الاتحاد العالمي الآن كبيوت شباب هدفها الأساسي هي شقف أو عندنا حيننا السلوغن عندنا هدف الترحال وهي زيارات بين دول داخلة في أو داخلة كعضوية في بيوت الشباب أعضاء بيوت الشباب في العالم أكثر من أربعة مليون ونص نعم في قطر أكثر من ثلاث آلاف والآن وخمسمائة تقريبا تقصد اللي موجودين دخل الدوحة اللي شاركوا ودخلوا بيوت شباب الإكترية يقدم عدة أهداف الهدف الأول هدف الأساسي هو شقف الترحال بين الدول والأعضاء تبادل فكري ثقافي اجتماعي بين هذه الدول يوفر نقول البيئة المناسبة للشباب تقصد البيئة الثقافية والاجتماعية حتى البيئة السكنية إنه عبارة أيضا عن هوستل أو مكان ممكن يقيمون فيه يوفر خدمات كثيرة منها سياحية داخلية أو حتى خارجية فبيوت الشباب هذه أهدافها بشكل عام ولكن حنا بشكل خاص خلال السنة أنت قلت خلال السنة سمعنا عنه نعم مع الإدارة الجديدة كان عندنا توجه داخلي أكثر نعم لحنقول الإلكتريين بشكل أساسي وأيضا الوافدين بشكل آخر اللي عندهم حب وشغف الترحال حب وشغف الترحال إذا تكون هذه نقطة انطلاق لهم للتوجه إلى أي بلد آخر في نفس المبدأ وحنا حاولنا نغيرها هذه السنة والسنة الأخيرة إنها تكون حب وشغف الترحال الداخلي الداخلي نعم كثير من المناطق في الدولة للأسف ما نقول إنها مهملة ولكن بسبب بعدها الجغرافي كان مثلا في الشمال أو كذا قليل من الناس يجعلون عليك هل الشمال شمال ثراء قريبة حنا الآن صار زادت البرامج زادت الفعالية صحيح بإذن الله ومن ضمن أيضا بنتكلم عنها من ضمن الأنشطة الصيفية اللي هي زيارة المناطق جميعها في الدولة كان من شمال ولا شرق ولا غرب ولا جنوب بإذن الله جيم بحسيني هل بمعنى أن هذه أو بيوت الشباب غطية بس مختصرة على الترحال ولا في هناك أنشطة ثانية حنا زي ما قلت لك مساعة بس ما كملت عندنا ثلاث ركائز أساسية الركيز الأولى اللي هي الأنشطة أو الترحال والرحال بشكل عام الثقافية والاجتماعية اللي هي الثانية والثالثة صار عندنا نشاط ثقافي ممتد من شهر اثنين تقريبا إلى قبل الرمضان ووقفناه مؤقتا وهو عبارة عن محاضرات شبه أسبوعية في مختلف المجالات يستفيد منها الكل لدرجة أنها ما تحتاج أنك تحضر إلى بيوت الشباب اللي تستفيد منها أطلقناها حتى لايف في السوشال ميديا كلها كان في تويتر ولا في الإنستغرام أو حتى في بعض في الفليسبوك مثلاً فشفنا أن في استفادة أكبر بالطريقة اللي تأخذوا شريحة أكبر شريحة أكبر والكل يستفيد منها طبعاً معظم المحاضرين في هذه المحاضرات ونتكلم عن البرامج الثقافي معظمهم أو كلهم حتى اكتريين ذوي خبرة في مجالات موجودة وكلهم مشاركين بشكل تطوعي زهم الله ألف خير من ضمن المشاركين هذا أنا كان دكتور كافود وزير التربية والتعليم سابقاً بعض الوزراء وزير الكوالي وزير الصح السابق بعض الناس السابق عبدالقاط اللي قبله الكواري الكواري الفكرة هي أن كل هذول الناس عندهم من الخبرة وعندهم من العطاء أن يعطونا وحنا خنقول أتحوننا الفرصة أن يتحون للشعب والشباب أنهم يتعلمون من خبراتهم السابقة هذه من ناحية اجتماعية طبعاً برامج أخرى وأكثر ممتاز يعني انذكرتني الله يسلمك في بعض الأحيان في أمريكا وأيضاً في بريطانيا ساعات في بعض المدن اللي خارجه تكون عن المدينة يكون في عندهم مثل التجمعات الطلابية فهالتجمعات الطلابية هي على مبدأ فكرة بيوت الشراب بتكون فيها التجمعات الطلابية مثلاً عدد كبير من الطيارين المتقاعدين صحيح عدد كبير من المهندسين عدد كبير من الأطباء المتواجدين فيجون هذي لو ينقلون هذه الخبرة للمجتمع وللطلاب أيضاً اللي عندهم وينتابهم شغف اللي يكونون فيه فعلاً فيه تجمع وفيه مسابقات وساعات حتى يسوون مرة حضرت النادي إن يسوون لك اليوم مسابقة الجبن فكل واحد يبدأ يسوي لك الجبن بأنواع المختلفة فأنا يعني أشوف إنه لو يتم يعني تقمص جزء من هذه الأشياء من ناحية ثقافية وناخذ الخبرات الإلكترية اللي عندنا من المهندسين وأيضاً الدكاترة اللي موجودين عندنا وينطلونها للمجتمع وأيضاً للناس اللي تطلعون للأبحاث اللي قاعدين يسوونها هذي بتنقل نقلة نوعية جداً جميلة وتعرف الواحد ساعة يبسطها يعني أنا متأكد أن أنت يمكن فكرة في هذا المجال كلم في هالنقطة باختصار اللي هو قاعدين ننشئ برنامج اسم المجالس مدارس نعم بدينا فيه تغريبة من شهر بالتعاون مع مجموعة كبيرة من شراح المجتمع من المهندسين والأطباء وغيره الفكرة منها أن نأخذ مجموعة من الشباب بأعمار من تقريبا من 12 سنة إلى 17 سنة هنقول مرحلة الأدادية بشكل أساسي أو بداية الثانوية أو أخذهم إلى المهندسين وشريحة هذه مجالسهم منها أخذ الخبرات صحيح منها تعرف على بعض الأسلوم بعض العادات والتقاليد منها حبينا أنها تكون تراثية قريبة للواقع يعني اليوم واحد طفل شخص يمر مجلس شي طبيعي بس أنك تأخذ إلى محاضرة في قاعة دراسية أو غيرها تحس أنه شي غير ملاء بعض الحيان فكان الهدف ممكن يتمنل منها هو ممكن بضع فحبنا أن يكون قريب للواقع قدر المستطاع فالمجالس مدارس هذا برنامج إن شاء الله بإذن الله رح يرى النور الأسبوع القادم إذا ما يعني فأنت تتكلم يقول لك سبحان الله قاعد ياخذ الفكرة هذا موجود أيضا في نقطة مهمة بالنسبة للمجالس مدارس ممكن حتى توجه رغبة الطالب نفسه أو الشخص نفسه مثلا من خلال مقابلته لمهندس أو طيار أو دكتور يعرف مثلا على هذا التخصص اللي فيه هذا الشخص اللي لها باع طويل وخبرات متراكمة في سنين طويلة ممكنها تشغف الشخص نفسه مثلا يدخل المجال معين ممكن يبدع فيه بضب الشغلة أساسية أنا ودي أتكلم فيها أيضا اللي هو برنامجنا الصيفي الآن قاعدين عدله وهو صراحة برنامج جدا أساسي ولكن في البداية في نقطة جدا أساسية اليوم كلها عن أخواننا الأعمانيين والكويتيين بيوت الشباب تحت المجال حق أخواننا الأعمانيين والكويتيين بشكل خاص بسكن مجانا وطبعا هذا شيء مش غريب على إدارة بيوت الشباب أو غيره اللهم لك الحم من بداية السنة ولكن بس خلال الأول أربع أيام اللي هي أول ثلاثة أيام دخل عندنا أكثر من 25 من أخواننا من سلطنة أمان 25 شخص 25 شخص من سلطنة أمان من سلطنة أمان عندنا في بيوت الشباب طبعا حاولنا قدر المستطاع أن نوفر لهم بعض البرامج من البداية رحنا المطار نستقبلهم لقين أخواننا زاهم الله خير بعض أخواننا ورفواننا هناك باللغت كانوا موجودين وقالوا هذا الموضوع علينا وقلنا لهم زاكم الله خير ويظلوا جيهكم فأخذناهم طبعا من الاستقبال عندنا في بيوت الشباب طبعا السكن كان مجاني بالإضافة إلى الأمور الأخرى كان في برامج وفعاليات أساسية كان من بدايته والله حتى من بدايته كان من صلاة العيد حتى بعد الأخوان أول موصلوا قالوا كانوا قبلها بيوم فقلنا قبلها بيوم بعدها بيوم كلكم أخوان فمن صلاة العيد رح نصلينا معاهم سهم الله ألف خير من استقبالهم عندنا في مجلس بيوت الشباب من بعض البرامج السياحية الداخلية وهذا نركز عليه كان بعض زيارات إلى سوق واقف أو إلى بعض مثلا سوق الوكرة القديم أو بعض المجمعات التجارية ولكن الجميل كان فيه بعض الأنشطة الرياضية البسيطة داخل البيوت هذه أنا كنت معاهم بيبو فوت وتنس طاولة ولكن لما تشوف الأخوان العمانيين يلعبون وبعدين يصير في تحدي ووديش معاهم وهي يلعب الترابط الأخوي الموجود اللحمة الأخوية سبحان الله مستحيل أنك تغيرها مستحيل أنك تنزعها فهذه بعض الأشياء البرنامج الصيف اللي كنت بتكلم عنه أيضا باختصار عندنا برنامج اسمه صيفك وكيفك الفكرة أيضا السياحة الداخلية بشكل أساسي كيف السياحة الداخلية في تعاون مع مجموعة من الفنادق على كل قطر كان في جنوب كان شرق كان غرب جنوب أنه يستضفوننا استضافة يوم إلى يومين زهم الله خير ووفونا تم توفير جميع اللقاءات لأنه يكون عندنا إن شاء الله بعض الورش الإدارية والعلمية وغيرها وبالإضافة إلى نقطة أساسية جدا جميلة وتواصلنا مع كثير من الشركات راح يكون في زيارة ميدانية تقريبا كل يوم نعم إلى مصنع أو مزرعة أو مؤسسة كطرية ممتاز مئة في المئة لتعريف الشباب الكطري بشكل أساسي أنه ثلاث هذه مزارعكم وهذه مصانعكم وهذه محلية الموجودة في الدولة نعم يعني خاطبنا إلى الآن مجموعة بس بسبب العيد خاطبنا مجموعة في وسط العيد وردوا علينا نعم قالوا أن الباب مفتوح وأيوات جزاكم الله بخير وهذه كانت بادرة جدا طيبة ولا غريبة عليكم ولا عليهم ولا عليهم أبدا فهذه جزء من البرنامج إن شاء الله الصيفي قبل ما علق على برنامجي الصيفي وحسينا بس نرجع شوي لبرنامج العيد الفطر المبارك لنتنظمته من خلال إخوان اللي جاءنا من سلطنات عمان الشقيقة ومن خلال دولة الكويت وأنا صراحة بدوري أحب أقولهم بيض الله وجيكم ولا قصرتهم صراحة بعضهم حتى من أخوان من سلطنات عمان الشقيقة ودولة الكويت ما جاء ويدها فاضح يعني اللي جاء معها دائم اللي جاء معها على سبواج صحيح اللي جاء من سلطنات عمان الشقيقة جاء معها ألف كيلو يعني الطن من الحلوة العمانية وتم توزيحها في سفق واق والأخوة اللي هي غريبة عليهم وأيضا من دولة الكويت الشقيقة اللي جاء بعلم قطر وصورة تنين المجد صحيح الترابط والأخوة اللي بيننا وبينهم وحسين هم بنفسهم بشهرون أنت لمست شعورهم من خلال هذه البرامج ووجودكم أنتو مثل ما ذكرت يعني في الألعاب التحدي اللي بينك وبينهم التحدي كالت الزيارات بشكل أساسي ونتكلم عن إدارة بيوت الشباب ولكن بيوت الشباب تشيل أكثر من مئة شخص فكان في مجموعة كبيرة من جسيات مختلفة الفكرة هي أن لما تقعد مع ربعك مع أخوانك نعم ثرى ما تقول هذا عماني هذا كويتي هذا سعودي وهذا بحريني ولا هذا من جنسية أخرى ثرى هم ربعهم أخوان صحيح الفكرة الأساسية لما أول ما تبتدي تشيل هذه الرموز وهذه الأسماء ثرى أنتو أخوان في النهاية صحيح ما تحس أنها فيه بس ترابط بالجغرافي ولكن ترابط أسري وثقافي واجتماعي وغيرها حاولنا نحط برنامج أكبر شفنا الأخوان موجودين وكذا قالوا لا أنتو زاكموا خير بيطبتوا هنا وقصرتوا حنا الآن راح نخليكم للبرامج الأخرى الآن فيه مشروع إن شاء الله على الشهر الجاي بإذن الله اللي هو برنامج سابق اسمه الدار دارك فكان فيه نوع من المناوشات بيننا وبين أخواننا العمانيين أن الدار دارك كان في قطر وإننا نسوي في عمان أن أنتو تتوننا ونعرفكم على دارنا وحنا نروح لكم ونعرفكم وتعرفوننا على داركم فهذه إلى الآن يعني سوالة في شباب في المجلس بيننا البين بس الفكرة شوف روين تأخذ الموضوع نقول لك أنت عرفني على دارك وأنا عرفك على داري أما حنا كأخوان حنا عرفين بعض اللهم لك الحمد لله برنامج زوارة بس تعطينا أبرز الجهات اللي راح يتم زيارتها وما هداف هذا البرنامج هل هي ضمن البرنامج اللي ذكرت زيارة المنتجات والمنشآت المحلية نعم هو لا برنامج زوارة ببدأ خنقول قبل رمضان كان هدفه زيارة بعض المؤسسات الاجتماعية في الدولة اجتماعية باتنا في العام خنقول باتنا في العام زرنا أخواننا مركز الاجتماعي وتأهيلي للصم أخواننا إحسان مركز وفاق الاجتماعية والأسرية بتعاون مع أخوانا السور رايدرز طبعا لو بتكلم الآن عن كل جهة وزيارتنا لها نحتاجين يوم كامل الهدف هو أيش الترابط الأسري الترابط الاجتماعي الترابط إنها والله يا ناس حنا موجودين وحنا لكم اكتشفت مثلا في مركز إحسان جناهم في ليلة القرنقعو باختصار اللي هو العنايب كبار السن كبار السن أوقاتهم تسع عشر يرقد الشيبة نعم ذاك الليل أنا طلعت هدى عشر ونص وأكثر من خمسة وعشرين مسن جالس جالسي نعم أكثر من أمية شخص الفكرة وفرحة وعيال ومسرح الفكرة هي لما يصير في ترابط وصير في اجتماعية ونرجع لعاداتنا وتقاليدنا صدقني هذا هو الأهم في أفكار كثيرة لزوارة إنها تتم حتى بعد رمضان نعم بتكون أيضاً اجتماعية كان أخواننا في مستشفى الأمل أخواننا أيضاً بعض الأطفال في مستشفى حمد ذوي الإعاقة بشكل خاص زرنا مركز قطر التوحد وذوي الإعاقة جاهم الله الخير يعني المشرفين عليه قايمين بدور جبار صح كانت هديتنا للعيد لهم طبعاً كل الأطفال يستهنون إليه صحيح سنة هذك إننا بنطلقهم يروحون يختارون إيديتهم بنفسهم نعم فكان في بعض الإشكاليات فجبنا المحلات لهم جبنا الهدايا وتعرفهم شوية يعني اختيارهم أي اختيارهم للهدايا جداً فحطنا الهدايا كلها جدامهم فكل واحد يجيش يشوفها الهرم من الهدايا ويختار هديته بنفسه صحيح فهذه بحد ذاته فرحة واللهم لك الحمد والمنى اللهم لك الحمد والمنى والله يوفقكم إن شاء الله على هذا المجهود طيب ومبارك بإذن الله تعالى وإن شاء الله يا رب إننا أيضاً تدخلون الفرحة في نفوس الجميع وليس يعني يكون هذا مقصور على الأطفال لعنهم فقط من التوحد أو ذوي الاختلاجات أو الاختلالات العقلية أوش نحن نتوجه لك بالشكر على حضورك معنا أخوي أحمد حسين العجمي مدير العلاقات العامة مدير ذا قلبت الاسم صح مدير الأنشطة مدير الأنشطة مدير الأنشطة الله يعطيك العافية يا أبو حسين بيض الله وجهه مواجه كبير تحية صراحة لك وكل شباب الجنود المجهولين في بيوت الشباب القطرية بما ذكرت أن كلهم متطوعين من خلال رفع اسم قطر ومن خلال تعليم الثقافي والمحاوضة على البيئة القطرية والعادات والتقاليد وغيرها من هذه الأمر الله يعطيك العافية متوقيع مشاهديكم فاصل ونتابع بعد حلقة الليلة من برامج ترحيب